شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدمين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة وينزع فتيل الأزمات والحروب جاء ذلك خلال استقباله لوفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكية برئاسة السيناتور جوني أرنست وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية العمل المكثف والمسؤول لتجنب عوامل اتساع نطاقة صراع في المنطقة لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين كما أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين رئيس عبدالفتاح السيسي والوفد الأمريكي بشأن تطورات المشهد الإقليمي لسيما في قطاع غزة حيث استعرض رئيس السيسي الصياق العام للأوضاع الحالية مشددا على ضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات المعتمدة كما أكد الرئيس السيسي أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع اتصاقا وتنفيذا للقرارات الأممية ذات الصلاة كما شدد الرئيس السيسي على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضهم من جانبهم أشهد أعضاء الوفد بالجهد والدور المقدر الذي تقوم به مصر على المسارين السياسي والإنسانية مستفسرين عن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي المستقبلية في هذا الصدد كما شهد اللقاء تأكيد أهمية ومحورية الشراكة للسراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة والكونغرس بصفة خاصة على تطوير مجالة التعاون المشترك بين البلدين إدراكا لمكانة ودور مصر الإقليمية وجهودها الدقوبة لتعزيز الأمن والاستقرار في التنمية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر